بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين المحمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أخواني في هذا الفيديو بدي أستكمل موضوع متابعة المدرس لطلابه لنظام المودل هذا هو الجزء الثالث في هذا الجزء بدي أحكي عن موضوعين الموضوع الأول اللي هو موضوع المنتديات أو ما يسمى Forums والموضوع الثاني اللي هو موضوع الاستبيان أو The Questionnaire اللي هو التغذية الراجعة من الطلاب نحكي بالأول عن موضوع المنتديات طيب إيش هو المنتدى؟ ماذا يعني المنتدى بالنسبة لي؟ المنتدى حقيقة هو طريقة التفاعل القريب مع الطلاب أنا بفضل أتفاعل مع طلابي من خلال المنتدى وما بحبش أتفاعل مع طلابي من خلال الإيميل لماذا؟ لأن الإيميل غير منضبط في الموضوع وفي التوقيتات ولكن أنا بقدر أن نظم التفاعل ما بيني وبين طلابي من خلال المنتدى المنتدى اللي هو الفورمس هذا هو المنتدى بالحقيقة أنا بساوي منتدى لكل شعبة كيف هي عندي في الشعبة هاي اللي أنا بدرسها عامل منتدى لطلابي اسمه سميته منتدى طلاب الشعبة وحط له هنا توضيح حول هذا المنتدى قاعد له عزيزي الطالب هذا المنتدى خاص باستفسارات واقتراحات وتعليقات طلاب الشعبة سيكون هذا المنتدى هو الوسيلة الوحيدة للتواصل بيننا لا داعي لتكرار الاستفسارات الموجود لها جواب مسبق داخل المنتدى داخل المنتدى في عندي مواضيع أنا طارحها داخل المنتدى موضوع مثلا هذا الموضوع كيفية حضور الدرس وإنهاؤها هذا بوست أنا بحطه للطالب ووضح له فيه كيف يدخل على الدرس وكيف إتابه قاعد له في البوست تبعي في بداية الموضوع يجب أن تفتح المحاضرة وتتنقل بين الصفحات كاملة والوصول إلى آخر صفحة يجب إكمال الوقت المقرر للمحاضرة هناك فيديو توضيحي على قناتي وحاط له أنا اللينك تبع الفيديو التوضيحي هو أن تفاعل الطلاب حول هذا الموضوع الطالب بحط استفساره بحط أي معلومات بديو إياها وممكن أي طالب موجود داخل المنتدى أنه يرد على البوست تبع أي طالب وإذا كان فيه داعي أن يدخل ودخل بوست فبدخل البوست طبعا داخل المنتدى أنا بطرح مواضيع أنا حقيقة أنا مخصص لكل توبك بدي أحكي فيه للطلاب في هذه المحاضرة مخصص له داخل المنتدى موضوع أحكي عنه وأنا مثلا حكي له ملاحظاتك عن الحصة 24 أنا اللي بحاول أساويه هنا أني أقتصر استفسارات الطلاب حول أي موضوع في مكان معين فكل الملاحظات اللي بدو يحكيها الطالب عن الحصة 24 ابتجيني هون تحت هذا العنوان هاي مثلا الحصة 23 الحصة 23 والنقاش اللي صار فيها هذا النقاش اللي صار كله فيما يتعلق في الحصة 23 ما بيني وبين الطلاب هاي مثلا الحضور والغياب موضوع الحضور والغياب تناقشن فيه هاي موضوع الطلاب الذين أنهض المحاضرة 20 أوكي إذا بتاحض هنا في المواضيع في عندي هنا كلمة لغياب أنا حقيقة سكرت الحديث عن الموضوع 23 كيف أساوي الحكي هذا باجي مثلا أنا بدي أوقف النقاش حول الحصة 24 فباجي هون وبقول له فاللي بصير إنه أسايات ما في حدا بيقدر إضيف أي بوست على هذا الموضوع فهون داخل المسار داخل مسار الكورس اللي أنا بدأسه في عندي لكتورز كي وفي عندي اكتيفتيز فأنا بحط في المنتدى طوبيك لكل لكتور بحيث إنه نبحث المواضيع المتعلقة في هاي لكتور على المنتدى طيب كيف أنا كعوضوه يتدريس بتابع المنتدى بدخل على الكورس اللي أنا بدي أتابع المنتدى تابعه بروح على this course وبروح على forums وبطلع لي الفورمز اللي أنا أو المنتديات هوا موجودة في هاي الشبه في عندي للمنتدى هذا بطلع إنه في عندي هون number of discussions البوستات اللي صارت على هذا المنتدى وهون إشي اسمه 100 post فأنا بعرف إنه في طالب عامل بوست وأنا لسه ما شفتهوش فبدخل على المنتدى كي وبطلع هون إنه الموضوع هذا الحصة 24 في عندي post أنا لسه ما شفتهوش وبفتح على الموضوع اللي هو الحصة 24 في طالب بده المفروض يناقشني فيها فبنزل في البوست على هذا الموضوع طيب كيف الآن أنا أضيف منتدى على الشعبة اللي أنا بدرسها بداية بروح بعمل turn editing on بعدين بروح على البلاك اللي أنا بدي أحط فيها المنتدى وأقول add an activity or resource يطلع لي البيج هاي بختار من ال activities الفورم add وبطلع لي البيج هاي adding a new form وبعطيني البلاك وين انت بدك تضيفه فبتحط اسم الفورم اللي بدك تضيفه ويقول منتدى الطلاب الشعبة وبعدين بتحط description اللي بدك ياه لهذا الفورم هون أنا سميت الفورم تابعي منتدى 360 وهنا أعطي description كاتب تكتب له أي إشي بدك إياه هون هذا بظهر بظل واضح موجود على الكورس بيج إذا عملت أنت هنا display فهذا description بظهر على الكورس بيج أوكي بدك تغير الفورمات تابعه فتروح لهون مثلا بدك تحطه في الوسط بدك الفونت سايز تغيره أوكي بدك تعمله bold بدك الخط هذا يكون باللون الأزرق أوكي هون الavailability والattachments والشغلات هاي الrestrict action الactivity completion هذا ما ينطبق على كل الactivities اللي بنحط على الكورس بيج بمكانك تضيفها بس أوكي leave things with the default يعني بكون area وتعمله save and display فهياته بظهر على الكورس بيج خلينا فرجيكي ارجع على الكورس بيج ومروه على block اللي يضيفنا فيه هياته اسمه منتده 366 وهذا الوصف تابعه مثل ما احنا حطينا هناك اوكي اذا بدي ادخل على المنتدى وعمل post موضوع للنقاش بقول add new discussion topic وبتحط subject اللي بدك تبحث فيه اوكي وشو المسيج اللي بدك تكتبها اوكي post to form فبطلع لك البيج هاي your post was successfully added you have 15 minutes to edit ال post back if you want to make any changes وهذا هو التوبيك اذا بدك تفعل التوبيك للدسكشن فاضغط هون فبتحول ال star ل dark star انه الان هذا الموضوع موجود للنقاش اذا بدك تسكره lock this discussion اذا بدك تفتحه unlock discussion الان مفتوح فهنا انضاف التوبيك على المنتدى اذا بدك تعمل deletion لهذا المنتدى تيجي على edit وبتقول له delete ويطلع لك confirmation يقول له yes تشعلك activity من هذا ال block طيب الموضوع الاخر اللي بدك احكي عنه في هذا الفيديو اللي هو موضوع التغذية الراجعة من الطلاب كيف انا بدي اعرف نتائج العمل اللي قمت فيه انا في العملية التدرسية عن بود فبعمل اشي اسمه questionnaire questionnaire بسأل الطالب او الطلاب مجموعة من الاسئلة محددة انا بدي الاجابة عليها اوكي بضيف اشي على activity اسمه questionnaire ال editing لازم يكون on بروح على البلاك اللي انا بدي اضيف عليها activity اللي هي questionnaire وبختار questionnaire وadd يظهر معي ال page هاي بحط قسم ال questionnaire اللي انا بدي اعهون واحد بعدين بحط description لهذا ال questionnaire اللي هو وبيدي هذا ال description يظهر على course page الان باجي الى هون هذول ال parameters ينطبقوا على questionnaire زي ما ينطبقوا على اي activity ثاني انا بقوم فيها سوى ال quiz سوى ال assignments سوى what have you بقدر احدد انا timing معين اللي يظهر في questionnaire للطلاب يعني بقدر اقول انه questionnaire او التقييم ببلش بال date وبختار date وبختار الوقت وبنتهي بال date وبختار date وبختار الوقت وبختار الوقت بس بالعادة انا اتركه undefined هذا بالنسبة لل timing ال response options هون انا بشتغل فيهن شوية type respond many respond many او respond once respond daily respond weekly respond monthly يعني بخلي المشارك معاي في هذا activity انه حط many answers او once بس مرة واحدة او كل يوم مرة او اذا كان التقييم بده يتكرر اسبوع او اذا كان بده يتكرر monthly الان student can view قبل الحكي هذا respondent type اما بخلي يظهر اسم المشارك في التقييم كاملا او بخلي anonymous او او students can view all responses ممكن after answering the questionnaire يشوف كل الاجابات او always بأي وقت بده او انه ما يشوف النتائج بالمرة send submission notification اما بتخلي يودي notification انه يقول انه تم مشاركة التفاصيل او انه يودي انه تم مشاركة مع التفاصيل يعني شو اجاب على كل سؤال شو ملاحظات حطها بالعادة خليها send submission notifications only بس save and resume answer ممكن اخلي الطالب مثلا انه يعمل save لل answers تبعينه بحيث انه يفتح التقييم اختار الاجابات اللي بدي اياهن ويعملهن save بس ما يعملش submission ويرجع مرة ثانية يعمل submission لانه ممكن بده غير عليهم بالعادة الجواب بيكون no لانه بيكون التقييم مدة بسيطة وبإمكانه الطالب ينهي دقيقتين او ثلاث دقائق allow branching questions راح يكون عندي انا اسئلة اطرحها على الطالب في هذا التقييم ممكن على ضوء اجابته لسؤال معين اسأله اسئلة ثانية سميها baby questions اذا بقول له yes فبقدر احط اسئلة branches من اسئلة اسئلة فرعية من سؤال اساسي auto numbering على الاسئلة ممكن نضع عليها على pages أو auto number questions أو auto number pages auto number pages and questions وممكن انا احط علامة للطالب على التقييم يعني اذا شارك بالتقييم ممكن اعطيه علامة لشجع الطلاب انهم يستاهموا بالتقييم بالتقييم طبعا باقي البرامتر اتركهم للدفول بعدين سأقول save and display الان طلع الي هنا في الشعبة الي انا قاعد بشتغل فيها وفي البلاك الي انا حددته في التقييم رقم واحد وهي الوصف التابعه ok you are not eligible to take this questionnaire الان مرحلة بناء الكوستينير الي هو add questions انواع الاسئلة الي ممكن نضيفها على الكوستينير تظهر عندي هنا في اندي date questions drop down essay label numerical radio buttons و yes or no text box اوكي هاي انواع الاسئلة الي ممكن تنضيف على الكوستينير فانا بدي اختار مثلا check box اقول له add selected question type فهو بضيف لهذا السؤال لازم احط اسم لهذا السؤال question name خلينا اقول واحد required response هو بقول له yes الي الي بديو شارك معي في الكوستينير لازم اجاوب على هذا السؤال حط السؤال الي بدك اياه للطالب خلينا نسميه انا aaa possible answers خليهم يكونوا x y z وقل له save changes اوكي هاي طلعلي السؤال الي ضيفته انا الان اذا بدي اشوف كيف شكل السؤال الي راح يظهر للطالب وقل له preview بيظهر للطالب السؤال بشكل هذا هذا هو السؤال المطروح على الطالب وهي هي الخيارات الي بدي اختارها الطالب الطالب ما علي الا اختار الجواب و submit الان برجع هون للquestions و بدي اضيف سؤال ثاني من نفس النوعية checkbox add خليني اسمي السؤال رقم اثنين مثلا response is required yes وحط السؤال ايش بدك اياه هذا السؤال بي 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 ال possible answers خلينا نكونوا x y z save changes نرجع نشوف هذا طلعلي السؤال هذا هو رقم السؤال او اسم السؤال هذا هو contents تبع السؤال اوكي شوف preview كيف رح تطلع للطالب هذا التقييم بطلع له السؤال الاول السؤال الثاني بدي اجاوب على اللي بدي اياه وبيعمل submit alright تعالي نشوف التطبيق العملي لهذا الموضوع اه انا عامل questionnaire سمته تقييم لورشة الاسبوع الثاني اللي هي بتبلش بـ 22-3 وحط الها وصف قال للطالب عزيزي الطالب ارجو التكرم بالمشاركة الجادة فالاجابة على الاسئلة في هذا الاستبيان والذي يهدف الى قياس نتائج تجربة التعليم الالكتروني التي تم استخدامها في شعبتكم على مدار الاسبوع الماضي اللي هو من 22-3 لغاية 28-3 اوكي اذا بدخل على هذا التقييم وشوف تشارك الطلاب وتفاعل الطلاب مع هذا الموضوع وانا بطلع لي view all responses اوكي هذا هو الاسئلة اللي انا طرحتها على الطلاب وهو طلبت منهم اجابوها السؤال الاول بيقول ما هو مستوى الوضوح في الشرح في الفيديوهات التي استخدمت في المحاضرة وهاي هي اجابات الطلاب طبعا في عندي 46 طالب شاركوا في هذا التقييم اوكي وهاي هي النتائج السؤال الثاني اللي انا طرحته عليهم مستوى تنظيم المواضيع وعرض محتوى المادة العلمية المشروحة في كل حصة وهاي هي اجابات الطلاب السؤال الثالث السؤال الثالث اللي هو مستوى اداء المدرس في اعداد وادارة الحصة الالكترونية وقدرتها على متابعة انجاز الطالب للحصة كم يعني؟ اوكي وهاي هي النتائج سؤال اخر بالنسبة لي بهمني جوابه هل تفضل عمل امتحانات قصيرة في نهاية كل ورشة؟ يعني في كل اسبوع مرة؟ وهاي هي اجابات الطالب اللي لفت انتباهي انه يعني في نسبة عالية اللي هو 41% بيقولك نعم انا بدي امتحانات قصيرة على ان لا يحسب من العلامة الكلية في الماد اوكي في منهم نسبة 35% اللي هو 16% واحد يعني بيقولك لا انا ما بحبش انه اصير الي تقييم بهذه الفترة امكانية الوصول الى الحصص بخلال شبكة الانترنت هاي هي عراء الطلاب من حيث استيعابك لمادة المحاضرة ايهما تفضل الغالبية قال انا بفضل الحصص التقليدية 70% من الطلاب 32 طالب من اصل 46 طالب بيقولك انا بفضل الحصص التقليدية قديش وقت الطالب يعني هاي معلومة كنت حاب اني اعرفها قديش وقت الطالب انا مقدرها اصلا لما لما صممت المحاضرات بس انا حاب اعرف قديش الطالب بيمضي وقت على مادتي خلال الاسبوع اكثر من خمس ساعات ما تسع فلمية اه اعشرين فلمية ااسف اعددهم تسعة اللي من ثلاث الى خمس ساعات وهذا هو الوقت اللي انا كنت حقيقة اعتقد انه بمضو من ثلاث ساعات لخمس ساعات ستة واربعين فلمية منهم واحد وعشرين طالب وفي منهم عدد من الطلاب يقضي من واحد الى ثلاث ساعات اللي هم نسبتهم خمسة وعشرين فلمية بعدين هذا سؤال ماذا تحقيق ورشة هذا الاسبوع المقصود بالورشة هون يعني محاضرات اللي اتي اعطيت خلال الاسبوع اللي هي بالعادة ثلاث محاضرات زائد امتحان او كوز قصير على مواضيع الامتحانات الثلاث قديش حققت نجاح بالنسبة للطالب ماذا تعني للطالب اوكي يعني هذا الرقم جيد اللي هو 41% بقولك جيد جدا والان اعطيت سؤال مفتوح برأيك ما هي عناصر القوة الرئيسية في هذا الورشة بهمني اعرف ايش النقاط القوة اللي اعزز عليها انا على اساس اني ابني عليها وبرضه سألته سؤال طبعا انا الطالب بدي يكتب ما بختارش اشي سألته سؤال ما هي نقاط الضعف التي لمستها في هذا الورشة بهمني اعرف وين نقاط الضعف على اساس اذا كان بالامكان اني اقدر اجنبها معظم نقاط الضعف كانت موجودة في شبكة الانترنت عدم تجاوب الـ وعدم القدرة على التواصل المباشر مع غضو هيئة التدريس على اساس اذا كان في اشي لغضو هيئة التدريس يقدر يجنبه اذا انا بكون اخذ التغذية راجعة من الطلاب حول ادائي وتفاعلي مع الطلاب وكيف وصلهم معلومات وكيف مراضين عن العملية التدريسية اشتركوا في القناة